سلام عليكم و اهلا بكم في عالم اماني النهاردة هنعمل الصبون الصلب بالكوبية كل حاجة هنعيرها بالكوبية من الزيت المستعمل يعني زيت كنت هرميه هيعملي كل كمية الصبون دي مش هكلف الصبون دا كله إلا خمسة جنيه بس صبون بجد جميل رغوة عالية وشكله بيلمع زي الجاهز و احسن و زي ما احنا شايفين كده ينفع مشروع كمان من البيه كمان هنشوف ازاي لو مش عندي اوالب هستخدم اي كبيات فاضية عندي بالشكل دا و هتديني شكل جميل جدا للصبون زي ما احنا شايفين كده كبيات مثلا زبادي فاضية اي كبيات بتحوشيها وبتعمليها اوالب زي كده انا بكلم ست البيت اللي مش عندها اوالب اه مثلا سيليكم ازاي تتصرف و ازاي تعمل احلى صبون واحلى اشكال الصبون زي ما احنا شايفين كده دا صبون نشف خلاص وخد وقته برضو ابيض وجميل زي ما احنا شايفين كي ما بيفرقش حاجة يعني الصبون اللي انا عاملا النهاردة لسه ما نشفش بس برضو ابيض وجميل بصو دا نشف ازاي دا عندي لان انا مبلحقش كمية الصبون اللي بتقلص انا قبل ما تقلص من عندي بعمل على طول الجديد لان بصراحة ما باستغناش عنه زي ما احنا شايفين كده مشهورة بالصبون حاجة من خمس سنين جيراني وحبيبي وقريبي كلهم بيحبوا جدا الصبون بتاعي بيقولولي يا تعمللنا يا اما تعلمينا وبيعملوا بطريقتي بالزبط طريقة نكحة وجميلة جدا هبدأ الاعيار بالكباية دي هحط كبايتين من الميا ميا باردة عادي من الحنفية زي ما احنا شايفين كده هقولك كمان ازاي تخلي الصبون ريحته ما تغيرش معاك ورحته تفضل حلوة حطيت كبايتين من الميا هحط كباية من البيتوس البيتوس هو كولوريز السوديو هو السودة الكوية هو الكنتور في بعض البلاد هقلب كويس جدا يبقى كده انا ما حطيتش الا كبايتين من الميا وبنفس العيار حطيت كباية من البيتوس وهقلب كويس جدا شايفين الابخرة اللي طلع دي لازم تبقي لابسك ماما وحاجة في ايدك لو اول مرة بتستعملي البيتوس وقلب كويس جدا وادوبه كويس طب قدر البطاز صرتش على ايدك لقدر الله مفيش مشكلة خالص بشوية تخلي وتدعكي ايدك كده البطاز داب معايا هحط معلقة كبيرة من ملح الطعام الملح العادي بتاع الاكل بتاعنا وحط معلقة كمام من السكر معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من ملح اللمون ان شاء الله يكتب لكم المقاذير وهتدويبه كويس قوي لحاجات دي عشان السكر ما يدايكي شوي كتل معاكي تقدر تحطي مع كبايتين المية في الاول خالص قبل الصودة الكوية وقبل البطاز حط السكر وملح الطعام وملح اللمون ملح الطعام والسكر سكر بيدي رغوة ملح الطعام بيدي صلابة للصابوني خليه ينشف معاك بسرعة تاني يوم الصبح بكتير قوي او بعد تلات اربع ساعات تقدر يقطع السبون بتاعك ماينفعش ينشف خالص وبعدنا قطعه ده غلط بعد كده هبتدي حط حوالي سبع كبايات من الزيت المستعمل وحتى معاك كباية من السمن بس انا حطاهم في ازايز يعني لتر ونص تمن كبايات يعني لتر ونص قسمتهم سبع زيت مستعمل وكباية من السمن طب ليه السمن؟ السمن بتدي لون بتدي صلابة غير عادية بتساعدني جدا جدا على تصبن الصبون بسهولة قوي بيبقى صراحة نتجته ممتازة عشان حبيبي اللي طلبوا مني الصبون بالسمن انا كده حطيت زيت على سمن سبع كبايات او مثلا حطي لتر وربع زيت عشان انا عيرت دلوقتي بالكبايات فبقولك سبع كبايات وكباية سمن انما لو بالازازة يبقى لتر وربع مثلا زيت وربع لتر سمن يعني كباية من السمن تمام كده؟ يبقى كده معاك عيارين؟ عيار بالكباية وعيار بالازازة طبعا بتقلبي كويس جدا جدا انا النهاردة مش هستخدم اي حاجة الموضوع مش مستهل النهاردة مش هستخدم المدرب النهاردة هنعمل كل حاجة حتى الاوالب عملناها كمان من كبايات فاضية عندي وقطعت زي ما شفنا الباقي بالسكينة يعني انا كل حاجة النهاردة مستخدمها من البيت عشان يديني صلابة ويتصبم معايا بسرعة واسهل على نفس الامور وماقلبش كتير انا هحط كباية من الدقيق واشوف لو احتاجت تاني هحط كباية تاني وهقولكو استخدمت كم كباية بالزرط بالشكل ده وقلب كويس جدا طب الدقيق هنا فايدته ايه او ضرره ايه مفيش اي ضرر من الدقيق ولا حاجة بل بالعكس ليه فوايد الدقيق بيفتح ايدي لما باجي اخسل بحاجة فيها دقيق كده انا حطيت الكباية التانية بتاعت الدقيق الدقيق هنا بيساعدني على صلبة الصبون ملوش اي ضرر في الصبون على فكرة جماعة ولا اي مؤثر للصبون الناس اللي بتقول ايه ما بيرغيش بالعكس بالعكس رغوة الصبون عالية جدا وممتازة وانا وريتكو في اكتر من فيديو الرغوة بتبقى عاملة ازاي بتاعت الصبون بيعصرش على الرغوة كمان بيحافظ على ايدي الدقيق بيتعادل مع البطاس وبيخليش البطاس يضر ايدي كمان بيفتح لون ايدي اي حاجة فيها دي بتفتح الايد ده طبيعي بالشكل ده كده انا هقلب بقى كويس جدا جدا يعني الدقيق مفوش ضرر على الصبون الناس اللي بتقول الدقيق بيقلل الرغوة بالعكس بالعكس بلوش اي ضرر على الصبون بل بالعكس ليه فوائد زي ما احنا قول واقلب كويس جدا لغاية بقى ما يتقل معي خلاص كده انا مش هحط دقيق تاني يبقى استخدمت قد ايه دقيق كبايتين من الدقيق لتر ونص من الزيت على ايه يعني لتر وربع زيت وكبايت سمن اللي هو لتر ونص على بعضه لو هتحط زيت بس او لو بالكباية سبع كبايات من الزيت وكباية من السمن تمام كده دي المقادير بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده السابون تقل وبقى اروع من الروع السابون حلوة قوي يا جامعة عايز اقول لكم انا عندي كناة تانية تفسير الاحلام مع اماني بفصل فيها الاحلام وكمان عايز اقول لكم بعمل لايف كل يوم الساعة عشرة تفسير احلام تفسير الاحلام مع اماني كناة حلوة جدا ان شاء الله مفيدة ليكم كمان بنزل فيديوهات على علامات الحسد وانواع السحر وكده ان شاء الله القناة تعجبكم متنسوش تشتركوا فيها وتحضروا معي اللايف كل يوم الساعة عشرة ان شاء الله كمان لينك من منظفات ان شاء الله هاسبها لكم تحت الفيديو هاسبها لكم في صندوق الوصف تقدر تضغطي على اللينك وتشوفي كل منظفات القناة وكل انواع السابون السايل والصلب وجميع انواع المنظفات زي الكولور زي البرسيل جيل زي الباور زي كل حاجة زي الجنرال عاملة كل حاجة في القناة يا حبيبي ياريت تشوفوها دلوقتي انا ما عنديش اوالب اعمل ايه؟ عندي كبيات فاضية من الزبادي من القشطة من اي كباية فاضية عندي بحوشها زي ما احنا شايفين كده وبتبقى معايا احلى اوالب وشوفنا الطريقة في اول الفيديو ازاي بخلع السابون بكل سهولة من الكباية بجد السابون جميل جدا يا دماء زي ما احنا شايفين القوام هو ده القوام اللي انا عايز اوصله يعني زي قوام الكيك تقريبا بالشكل ده كده انا عملت خمس سابونات في الاوالب الباقي بقى هبتدي احطه بطريقة تانية اللي هي بقى هنقطعه عادي جدا مربعات بالسكينة طريقة سهلة جدا انا بكلم ست البيت البسيطة اللي مش عندها اولب سيليكوم مش عندها اي حاجة تعمل ايه ما تعملش سابون لا تعملي احلى اشكال سابون بالكبايات الفاضية وكمان عندي اي قلب بقى كارتونة هتحط فيها مشمع صانية هتحط فيها مشمع ما فيش اي حاجة بتيجع الصانية ولا بتبوازها زي ما احنا شايفين كده مشمع مفروش والصانية افضي فيها السابون واسيبه بقى في مكان ما يكونش فيه شمس جامدا الشمس الجماعة بالعكس مش بتنشف ده الشمس بتسيح السابون وتخليلك زيت على الوش لو انت في مكان فيه شمس لا حطيه في مكان فيه هوا بس ده المطلوب واليومين دولت الدنيا هوا جامد وبرد وعايز اقولك اني بتنشف السابون بسهولة جدا الجو كويس جدا زي ما احنا شايفين كده دول هيطلعوا سبعتاشر كتعة من السابون ما كلفتش اللي خمسة جنيه بس ثمان البتاس وكل حاجة كانت عندي في البيت ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس